أنت بتكلم على هل المناخ السياسة في مصر كان مهيئة أن يبقى فيه مرشحين أقوياء؟ مش موقع تقدير لا أنت عندك دي يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله بمعنى أن هذه الانتخابات عليك أن تنظر إليها في سياقها الطبيعي هذه تجربة جيدة هذا كسر للمناخ السابق هذا انفتاح كبير على الأحزاب أنها تستغلها وتستعد من نهاردة الانتخابات 30 بمعنى هل فيه حزب الطبيعي والمنطقي أن الأحزاب تبتدي تفكر إحنا مين المرشح بتاع انتخابات الرئاسة في سنة 13 خصوصا أنه الرئيس السيسي دي آخر فترة ليه مبارح في الكلمة بتاعته فيه عبارة في منتهى الأهمية في الفقرة الأخيرة من الخطاب بيقولك أمانة تحملناها بمسؤولية وسنسلمها بتجرد دي نقطة مهمة ماشي؟ هل الأحزاب المصرية حد فيهم يبتدي يفكر الطبيعي من دلوقت؟ من الذي سنرشحه في 30 يعني الناس يقولك أنت لسه هتتكلم دلوقت 6 سنين كمان في العمل السياسي 6 سنين لا قيمة لها يعني بجيب حد بدربه بهيأه بجيب المكينة الحزبية تشتغل يدور يلف يفهم الاقتصاد يفهم الاجتماع يتواصل مع الناس يطرح نفسه أنا أذكر حضرتك بنموذك حصل في تركيا لما نزل كان محافظ رئيس بلدية صنبول نزل أصد أردوغان هو اللي نزل كمال كليتشار أغلو فيه مبعد رئيس حزب الشعب الجمهوري بس كان مطروحا أنه ينزل رئيس بلدية صنبول وهو أغلو أيضا لقب أغلو وبيتدرب الحزب بتاعه وأحزابه بيتدربه على أساس أنه يخوض من دلوقت اللي نزل تاني بعدين هو كمال كليتشار أغلو رئيس حزب الشعب اللي هو عنده تجربة سياسية كبيرة جدا وقدر ياخد حاجة وخمسين سوريا حاجة 47 أو 8 لأنه كتل انتخابات شديدة جدا هناك فأنت هنا بتدرب حد ما بتجيبش واحد يدخل انتخابات رئيسية قبلها بتلت شهور ده ما بيحدث في أي حد في الدنيا لازم حد يكون عنده تجربة عنده خبرة عنده داخل في المكينة زي ما بيقول فأنا شايف يعني عليك أن تنظر إلى الإيجابيات التي تحققت في هذه الانتخابات وهي كثيرة ونبني عليها أهمها هذا المناخ الجيد أن الأحزاب موجودة في الشارع تواصلت مع الناس ظهرت أمام التلفاء الناس عرفتها أول يوم يعني أنا فكر كويس جدا وإحنا مع الأستاذ شريف عامر في المنامج بتاعه في بداية الحواري الثلاثي الجميل ده كانت الفكرة إيه أنه زي مننا محمد فاتح الدكتور محمد فاتح الناس كانت بتسأل في أول الانتخابات مين هو فريد زهران ومين هو حازم عمر ومين هو عب سند يمام بيسألوا على اسم المرشح أنت دلوقت ما بتسألش عرفت الثلاث أسماء ده تطور مهم يوليك أنت كنت فين وبعد ثلاث شهور كنت فين في ناس كتيراً ضمت للأحزاب دي أثناء الانتخابات بفعل أنهم ممكن يكونوا قروا البرنامج وشافوا عليك أن تستغل هذه الإيجابيات وتبني عليها للمستقبل طيب سوزا ماد أسألك سؤال